اشتركوا في القناة أسهل ما عليك يضيع أيها العامل لا تقل من الغد سأبدأ بأداء أعمالي كما ينبغي وابدأ من اليوم فلعل الله يرى حسن نيتك فيرحمك أيها الزوج لا تقل سأنظر فيما يلزمني تجاه أهل بيتي بل انظر الآن لأنك ربما لا تؤجل إلى الغد أيها الزوج لا تقولي من الغد سأبدأ بتربية أولادي على الصواب وسأصلح بيتي وابدأي من اليوم فإن العمر لا ينتظر ولعل الله يطلع على نيتك فيصلح دريتك أيها الطالب لا تقل سأجتهد غدا مادام يمكنك الاجتهاد اليوم يا أيها العبد لا تقل سأعبد بل اعبد الله الآن فلعلك تلقى الله ساجداً مخلصاً يا من أسرفت على نفسك في المعاصي بادر وتدارك وتب قبل ألا تقال العثار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا التسويف آفة تذاق مرارتها بعد فوات الأوان الزمن من أعظم ما خلق الله عز وجل هو الأداة التي يتسابق العالم الحاضر إلى اغتنامها كل بحسب غايته ومراده فيغتنمها العدو ليكيد بنا كيده والتكنولوجيا تتقدم بشكل لا يمكن تخيله تتسابق الشركات لتحصل على براعة اختراع وليكون هو الحاصل على أكبر نسبة من المبيعات في السوق وما حال الهواتف اليوم عنكم ببعيد الزمن الذي هو من أعظم مخلوقات الله تعالى قيمة ولكنه يا للأسف من أهون المخلوقات عندنا وأسهلها تضيعا فنحن بين من يضيعه باللعب على الهاتف أو الحاسوب وبين من يقضيه في اللهو والسهر المباح وربما المحرم وبين من يقضيه باحثا عن ملبس معين أو مأكل معين أو مشرب معين كل واحد يضيع وقته بطريقة ما والسعيد من أدرك قيمة هذه المنحة النفيسة فاغتنمها فيما ينفع به نفسه أو ينفع به غيره قيمة الإنسان تزداد بمقدار ما يحسنه من قول أو عمل تحدث القرآن الكريم عن الزمن واغتنامه وأقسم الرب جل وعلا به في مواضع كثيرة يقول ربنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ووصف المتقين من عباده فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وخص وقت السحر بالاستغفار لأهمية هذا الذكر الدال على اعتراف الإنسان بذنبه واحتياجه المطلق إلى غفران ربه جل وعلا وهنا يأتي القسم الرباني بهذا المخلوق العجيب والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر والفجر وليال عشر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر هي الأزمان فاغتنمها فقيمتها لا يدركها إلا من وفق للخير املأ وقتك بكل ما تحب أن تراه أمامك أمامك فصنيعك اليوم هو غراسك الذي تحصد ثماره غدا فانظر ماذا تغرس اجتهد في المواظبة على الطاعات والمسارعة بالخيرات واجعل جل اهتمامك أن تقتنص الخيرات لتسبق إليها لكي تكون ممن امتثل قول ربه حين أمره بقوله فاستبقوا الخيرات فالسابق في الدنيا إلى الخيرات هو السابق في الآخرة إلى الجنات والسابقون أعلى الخلق درجة فسابق في الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكوات وحج وعمرة وجهاد ونفع يتعدى إلى غيرك أو يقتصر عليك حفظت لنا كتب السنة مثالا رائعا في المسارعة إلى الخيرات فعنبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة أخرجه مسلم قال الإمام بن كثير رحمه الله من سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة فإن الجزاء من جنس العمل يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى ما أصدق ما حكاه الشافعي حين ذكر أسس التربية حيث يقول وإذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل وهذا صحيح فإن النفس لا تهدأ ولا تسكن فإما أن تشغلها بالخير فترفعها معك أو تشغلك بالمهازل والتفاهات فتحطك معها عن مراتب الآدميين أعاذني الله وإياكم من شرور أنفسنا في السنة النبوية وصايا شريفة من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لبيان فضل الوقت وأهميته فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك حديث بن عباس هذا قاعدة عظيمة في اقتناص الزمن واغتنام العمر فقد وضع كل شيء مع ضده فاغتنم الأول قبل الثاني ولا تغتر فإن الثاني من كل شيء سرعان ما يأتي بالموت تنقطع الحياة وبانقطاع الحياة تنقطع موارد العمل الصالح وتنتهي الفرص التي كانت بين يديك الصحة التي يتحاسد الناس عليها والتي هي من أعظم النعم التي ينعم الله بها على الإنسان في حياته اغتنمها قبل مرض يقطع عليك كثيرا مما ينفعك فعله متعني الله وإياكم بالصحة وعرفني وإياكم قيمة هذه النعمة التي لا يشعر بها كثير من الناس حتى يفقدها فبين بعضنا يلهو بشرب خمر أو فعل معصية يفجأه المرض فيفقده تلك القوة التي كان يختال بها فاغتنم ولا تكن من الخاسرين والله إن هذه اللحظة التي أكلمكم فيها ثمينة فلا تضيعها وابدأوا مشروعا جديدا يجعل حياتكم أكثر نفعا وأعظم بركة والفراغ هو الآخر ليس فرصة للتنعم بنعيم الدنيا وإنما هو نعمة لنيل نعيم الآخرة وهو الأمر الذي يعلي من قيمة الوقت وشأنه وإن كل مشغول اليوم يتذوق بفمه طعم الفراغ الذي ضاع من يده والغنى قبل الفقر من أجمل الوصايا الدنيوية لتحفيز المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله فمن يملك المال للتصدق اليوم فليبادر فلعله لا يستطيعه غدا أنا أعلم أن كثيرا منكم يعرفوا كثيرا من هذا الذي أقوله فأنا لا أخترع شيئا جديدا ولا أنطق من بنات أفكاري ولكنه ما قاله الله ورسوله وأخيار هذه الأمة ولكن أيضا أعلم أن كثيرا مننا نسي ما يعرفه فالهموم وتواردها والغموم وتظافرها والمصائب في تواترها ما أبقت لذي عقل عقلا فما أنا إلا مذكر لنفسي أولا ولكم ثانيا فلنتعاون على البر الذي تحمد عقباه عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا قبل أن لا تصدقوا والله إن هذا المقطع من الحديث لخطير قبل أن لا تصدقوا إن من سعادة الدنيا طول العمر وحسن العمل فعن نفيع بن حارن الثقفي رضي الله عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله الحديث رواه الترمذي لنصل أرحامنا ولا نقطعها فصلة الأرحام هي الأخرى بركة في الأعمار وسعة في الأرزاق فعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه الترمذي وليسمعني أهل العقوق بكل أنواعه وأشكاله وليعيدوا حساباتهم فما الأيام إلا دول يوم لك ويوم عليك وصيتي لنفسي ولكم ألا تفتر ألسنتنا من ذكر الله تعالى فإن أعظم سبيل لاغتنام الوقت هو ذكر الله تعالى فالذكر أيسر عبادة نملأ بها أوقاتنا ولا تكلفنا مالا ولا جهدا استكثروا من الحسنات الجاريات واسمعوا لهذا الحديث العجيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته أخرجه البزار وصحاحه السيوطي فلنستثمر الوقت ولنشارك في هذه الحسنات الجاريات ورث إن استطعت مصحفا يتلى فيه القرآن من بعدك شارك بنشر التلاوات والمقاطع القرآنية عبر وسائل التواصل التي يذهب معظم أوقاتنا اليوم معها اجعلوا بينكم وبين الله عز وجل خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليها إلا المولى الكريم وعودوا أنفسكم المداومة على فعل الخير وإن قل فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل إليهم فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل الحديث رواه البخاري تفكروا في هذا الحديث وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفعنا إلى التيسير ورفع الحرج دفعا اللهم يا ربنا جعلنا ممن يتبع ولا تجعلنا من من يبتدع امسح من سجل كلماتك كلمة سوف لأن التسويف هو الآكلة التي تنخر عمرك قال الإمام بن الجوزي رحمه الله التسويف هو آفة تدمر الوقت وتقتل العمر ويقول الإمام الحسن البصري رحمه الله الدنيا ثلاثة أيام أما الأمس فقد ذهب بما فيه وأما غدا فلعلك لا تدركه وأما اليوم فلك فأعمل فيه قال ابن عقيل رحمه الله إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حالة راحتي وأنا مستلق فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره يقول الحسن البصري رحمه الله أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما وقال بعضهم من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أصله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه قال ابن الجوزي رحمه الله ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تبر به في اليوم من آفة أو منكر ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدره إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الجنة اليوم في السماء تزخرف والنار تحت الأرض توقد والقبر عن قليل يحفر والملكان عن يمين وشمال والصحائف تملأ بالخير أو بالشر فاغتنم يا هذا صحتك في هذا الزمن قبل فوات الزمن وعمر دار البقاء بإنقاص من دار الفناء وإياك أن تغفل عن نفسك فإن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته ولا تذهب لحظة إلا في فعل خير واستوثق من إغلاق البصر واللسان فإنهما إن فتحهما الهوى نهب ما في القلب من الخير الوقت أغلى من الياقوت والذهب ونحن نخسره في اللهو واللعب وسوف نسأل عنه عند خالقنا يوم الحساب بذاك الموقف النشب نلهو ونلعب والأيام مدبرة تجري سراعا تجد السير في الهرب والفوت مقترب والموت مرتقب والحال منقلب والناس في لعب وقد نسينا من الأيام أطولها يوم الحساب ويوم العرض والكرب خمسون ألفا من الأعوام يعدلها مما نعد من الأيام والحقب والشمس فوق رؤوس الناس تحرقهم وليس يحجبها شيء من الحجب والنار موقدة والله أوقدها وقودها الناس لم توقد من الحطب فاعمل لنفسك وأمل في السلامة لا تركا إلى النوم أو تشكو من التعب فإنما أنت مجزي بما عملت يداك فاعمل لها في رفعة الرتب وإنما الفوز فيما كنت تعمله مخافة الله لا في الجاه والنسب لو أنها تنفع الأنساب صاحبها شيئا لما كان مذموما أبو لهبي واخذ هذه المقولة التي هي أعجب من العجب يقول سعيد بن المسيب رحمه الله ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة وما نظرت في قفى رجل في الصلاة منذ خمسين سنة أولئك أناس عرفوا ما يريدون فتفننوا في الطاعات يا رب أدركنا بعظيم لطفك ومما يكثر السؤال عنه ويتردد على ألسنة الناس وذلك للحاجة التي نزلت بكثير من الناس سائل يسأل فيقول أنا موظف واحتجت مبلغا من المال فذهبت إلى بعض المحلات فأعطاني سلعة أو كمية من كروت الاتصالات كما يجري اليوم قيمتها النقدية في السوق لنقل عشرة ملايين دينار ولكنه باعها لي بقيمة 12 مليون دينار آجلا ثم ذهبت أنا وبيعتها بعشرة ملايين دينار لأنني محتاج إلى النقد فما حكم هذه المعاملة وهل تدخل هذه المعاملات في المعاملات الربوية والجواب فيه نوع من التفصيل فأنا سأبين أقوال أهل العلم في المسألة باختصار ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بالجواز والجواز هو ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي حيث قال في جلسته إن بيع التورق هذا جائز شرعا وبه قال جمهور العلماء لأن الأصل في البيوع الإباحة لقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا ولم يظهر في هذا البيع الذي ذكرته أيها السائل ربا لا قصدا ولا صورة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيره وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة وذهب بعضهم إلى التحريم لذلك نقول إن كان الشخص محتاجا إلى هذه المعاملة فحكمها الجواز وإن لم يكن محتاجا إليها فلا يتعامل بهذا النوع من المعاملات سيما ونحن نرى كثيرا من الناس اليوم قد وقعت بينهم المنازعات الشديدة بسبب هذا النوع من البيع لذلك فيا أيها البائع لا تبع إلا لثقة مثله يسدد دينه ويا أيها الطالب لهذه المعاملة اتق الله ولا تطلبها إلا إذا كانت حاجتك فعلية إليها والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بهذا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة